تصادف هذه الأيام ذكرى مرور عامين على منح جلالة الملك عبدالله الثاني جائزة مصباح السلام لعام 2019 الممنوحة من كتدرائية فرنسيس الواقعة في مدينة السيزي الإيطالية وذلك تقديراً لدور جلالته في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وألقى جلالة الملك كلمة خلال الحفل الذي حضرته جلالة الملك رانيا العبدالله وعدد من الشخصيات العالمية والقيادات السياسية والفكرية والدينية قال فيها أتسلم هذه الجائزة بامتنان وتواضع باسم شعبي الأردني مسلمين ومسيحيين مبيناً جلالته أن مبادئ العيش المشترك والوئام بين الأديان جزء أصيل من تراث الأردن الذي مثل عبر التاريخ وطناً راسخاً للمجتمعات المسيحية يتعاون ويتشارك فيه مواطنوه في بناء أمة واحدة قوية وفي ختام الحفل تسلم جلالة الملك الجائزة التي تمنح لشخصيات عالمية تقديراً لجهودهم في تعزيز السلام والعيش المشترك